بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله طلبة المرحلة الثالثة إن شاء الله اليوم نشرح طبعاً هذه المحاضرة راح تكون الثالثة اللي هي عنوانها طبعاً هذا الموضوع موجود صحة 12 من كتاب العالم كورك طيب بالنسبة للسنتنس ما فوما السنتنس هو عناصر الجملة يعني ما هي العناصر المكونة للجملة أوكي فالجملة راح تتكون من يعني عندنا باللغة الإنكليزية خمس عناصر مكونة للجملة اللي هي راح تكون الـ subject والverb وذي أن العناصر يسمونه major أو عناصر أساسية يعني بدونهن ما عندي جملة يعني أنا ما عندي جملة باللغة الإنكليزية بدون فاعل أو بدون فعل فهذه عناصر أساسية حفو اللي بدونها ما عندي آه جملة مثل ما ذكرت لهن العناصر الأساسية وعندي الكمبلومنت طبعا الكمبلومنت اللي هي متممات الجملة اللي هي تكملة طبعا حدنا هي تكملة الفاعل وتكملة المفعول به طبعا هذه العناصر راح ندرسها بشكل تفصيلي وكل عنصر ومكانه ووظيفته والوظيفة اللي يؤديها داخل الجملة فرح ناخذها بشكل تفصيلي إن شاء الله والعنصر الثالث اللي هو الأوبجيكت وعدنا نوعين من الأوبجيكت وبعدين عدنا اللي هي الظروف أو التي تؤدي دور الظروف يعني عدنا جمل تؤدي أو عبارات تؤدي دور الظروف هي ليست بظرف ولكن تؤدي دور الظروف طبعا بالاختصار هو طبعا اختصارا للصبجيكت والفي للفيرب والس هي للكومبلومنت يعني التكملة والأو هو للأوبجيكت الديريكت أوبجيكت والإنديريكت أوبجيكت والأي هي الأدفيربيل فإذا نحن عدنا في اللغة الإنجليزية خمس عناصر للجملة طبعا أريدك تفرغ بين مفهومين طبعا رح ناخذ في المحاضرات القادمة إن شاء الله شيء اسمه أجزاء الجملة وعناصر الجملة أوكي لازم تفرغ بيناتهم فلما يقول لك عناصر الجملة هو واحد من ذني الخمس عناصر طيب يعني مثلا فمثلا إذا عندك جملة فرح تحللها على هذا الأساس فمثلا عندنا هذه الجملة إذا أريد أحلل هذه الجملة وأخذ كل عنصر وموقعة فخليت جون اللي هو السبجيكت لأنه أول عنصر في الجملة وكيرفلي هي أدفيرب أوكي رمزنا لها بالأي يعني الأدفيربيل وعندنا سيرت هي الفيرب أوكي رمزنا لها بالفي وذروم هي الأوبجيكت أوكي هي الـ Direct Object للجملة ورمزنا لها بالأو فأنت تخيل ممكن بالامتحان ينطيق جملة ويطلب من عندك تحليل الجملة يعني تحلل عناصر الجملة فتحليل عناصر الجملة يتم بهذه الطريقة طبعا أكو تمرين بالكتاب أنه يطلب من عندك ينطيق جملة وتحلل عناصرها فلما تحلل عناصرها تبدي بعنصر عنصر وتنطي اسمه يعني جون هو سبجكت لأنه اسم وبداية الجملة اللي هو موقع الفاعل وعندنا بعدين carefully carefully هو الظرف والظرف بحرية الحركة أو الموبوليتي يعني ممكن تلقاه في النهاية الجملة في بداية الجملة في وسط الجملة يعني عنده حرية بالتحرك والsearch هو the verb والroom هو الأوبجيكت فالتحليل يكون على هذه الطريقة الجملة الثانية مثل the girl طيناها هي السبجكت والإز هو الفاعل العفو الفعل اللي هو الفيرب والناو اللي هي adverb of the time فهي الادفيربيال وستودنس هي كامبلومنت كامبلومنت هي التكملة تكملة تعود على الفاعل طبعا نحن عندنا نوعين من الكامبلومنت تكملة المفعول به وتكملة الفاعل والتكملة هي عبارة إما عن اسم أوصفه تصف الفاعل أو المفعول به وتتصل به فعندنا the students من هو the students the girl والفعل اللي بيناتهم هو يسمونه فعل ربط يربط الفاعل بالتكملة فإذا قلت لك من هو students students هو the girl Okay فهذه كامبلومنت أدت وظيفة التكملة هي اسم تعود على الفاعل وتتصل به وعدنا اللارج اللي هي شغلة الكامبلومنت طيب عندنا الجملة الأخرى هي هي الفاعل وهذا الفاعل يسمونه فعل ربط ليش لعن عندي اللي هي اللي هي صفة الصفة تعود على إذن تصف هذه كامبلومنت تصف الفاعل وتتصل به والذي داي هذه فهذه الجمل تحليلها رح يتم بهذه الطريقة يعني عناصر المكونة الجملة من متى تكون الجملة من هذه العناصر مثلا عندنا الجملة الأخيرة they make him a chairman every year فthey هي subject وmake هي الفاعل العفو الفعل وهم هو direct object وعدنا the german high complement تكملة تعود على المفعول به لأنها أتت بعد المفعول به مباشرة فهي يعني وظيفتها تكون تكملة للمفعول به وevery year هذه طبعا مثل ما ذكرت إحنا رح ناخذ كل عنصر وندرسها بشكل تفصيلي الوظائف اللي أديها وموقع عدنا ممكن هنا الفاعل أو المفعول به يكون عبارة عن جملة أو شبه جملة يسمونها close أوكي close يعني subordinate close وخاصة هذا يكون في تركيب الجملة المعقلة انه عنصر من عناصر الجملة يعني الفاعل ممكن يكون عبارة عن جملة والمفعول به يكون عبارة عن شبه جملة كاملة يعني مثلا عندنا الجملة هذه he so she so sorry that هذا المقليل يعني يعني من that it's rain all the day هذا مفعول به ما للجملة أوكي لأن جاءت بعد الفعل وهذا التركيب اللي هو close أوكي direct object كله كوحدة كاملة وداخل هذا التركيب عندي جملة أيضا يعني داخل تركيب الجملة الجملة المفعول به عندي تركيب اللي هو it subject to rain all the day at فهذا التركيب يسمون subordinating اللي هي جملة معتمدة أوكي يعني that it's that it's all the day subordinate معتمدة تحتمد على بقية الجملة في تكملة معناها يعني لوحدها ما تقدر تنطيني معنى مستقل وتام فهذه واحدة من الأشكال اللي ممكن تظهر بها عناصر الجملة يعني ممكن عنصر من عناصر الجملة يعني فاعل أو المفعول به يظهر لي على شكل كامل كذلك الفاعل مثلا ممكن يعني يظهر لي على شكل يعني هذي هذي كلها كلها subject وداخل subject ليش يعني عبارة عن close وداخل subject عندي تركيب يعني داخل هذا subject كله عندي تركيب مستقل و اللي هو يتكون من subject و question answer الشي subject هو هذا adverbial وهذا عندي هذا فاعل الجملة الرئيسي والهم هو 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 الadverbial لابعا نحن مثل ما ذكرت راح ناخذ كل عنصر مفاصلة تفصيل ونذكر كد يعني we'll mention all the details about every elements of the sentence and we will discuss it we will discuss the function we'll play it within the sentence so that will be of course in the next lecture أتمنى إن شاء الله هذا الشرح فاتكم so please if you get benefit of this explanation don't forget to share it with your classmate thank you so much and goodbye